عرفها سواء في الدوري الإنجليزي أو الإيطاريا أو الإسبانيا هم أكثر التلات دوريات اللي بيكون فيهم إثارة ومتعة لكن تعالوا نبدأ معاكم بالدوري الإنجليزي والبداية طبعا زي ما حضرتكم شايفين بس جل الأهداف مين أكثر لاعب سجل في تاريخ البريمير ليج بنظامه الحديث وقدام حضرتكم أساطير الدوري الإنجليزي البداية من آلان شيرر اللي دايما بيبقى موجود في المقدمة 260 هدف واين دروني 208 هدف وأندي كول 187 هدف عايز أقول حضرتكم حاجة بس قبل ما أروح لأكمل معاكم الأرقام كنت أحبب أتأكد المعلومة عشان ما أقول لاش غلط أقدم حضرتكم إموبلي لاعب لاتسيو ما أحرصش 18 هدف أحرص 23 هدف أندي كول 187 هدف وسيرجي إجويرو 179 هدف وفرانك لامبرد 177 هدف تياري أونري 175 هدف وأما روبي فاولر 163 هدف وجيرمان ديفو 162 هدف ومايكل أوين 150 هدف وليس فردناند 149 هدف الخلاصة أن أقرب واحد أنه ممكن يحطم رقم ألان شيرر هو سيرجي إجويرو عشان عنده فارق الأهداف ما أعتقدش أنه كبير أو في نفس الوقت إجويرو من اللعيبة اللي بتسجل أهداف كتير في موسم واحد وبالتالي هو لسه مستمر مع فريق منشستو سيتي وممكن يقرب جدا ويكسر رقم ألان شيرر في القريب العجلي نروح له نجمة هذا الأسبوع اللي دايما بنتكلم في كل أسبوع عن واحد من النجوم الدوري الإنجليزي سيرجي إجويرو واحد من أساطير الدوري الإنجليزي واحد من النجوم المنتخب الأرجنتيني طبعا أرقامه في بطولة الدوري الإنجليزي لعب 256 مباراة سجل 179 هدف وصنع 46 هدف لعب 9 موسم في الدوري الإنجليزي حقق الفوز في 172 مباراة حقق التعادل في 41 مباراة وخسر في 42 مباراة تصويبات على المرمى 977 تصويبة ما بين القائمين والعرضة 440 هدف كروت صفراء 22 كارت حصل على كارت أحمر وحيد في مسيرته في الدوري الإنجليزي عمل 164 خطأ عليه ووقع فيه مصادر التسلل 192 مرة ده لحضراتكم ده يعني مجسم لسيرجي إجويرو أحرص 18 هدف بالرأس 26 هدف من راكل الجزاء و 127 هدف بالقدم اليمنى و 33 هدف بالقدم اليسرى بيب جورديولا بيكمل 49 عام في مسيرته القروية طبعا إحنا بنحتفل بعيد ميلاد بيب جورديولا لازم نتكلم عن أرقامه وعن إحصائياته في الكورة بشكل عام بنتكلم في مسيرته التدريبية سواء مع برشلونة سواء مع مانشستا سيتي سواء مع باري ميونيخ كل الدولات هنتكلم عليها لكن تعالوا نشوف الـ 28 بطولة اللي حقاها بيب جورديولا في مسيرته التدريبية كانت فين 2 بطولتين دوري في أسبانيا مع برشلونة 2 كأس ملك أسبانيا 3 كأس السوبر الأسباني 3 بطولات للدوري الألماني في 3 مواسم متتالية مع باري ميونيخ مرتين كأس ألمانيا 2 بطولتين دوري انجليزي مع فريق منشستر سيتي و2 كأس الربطة المحترفة 2 كأس الدرع الخيرية اللي هو السوبر 1 كأس الاتحاد الانجليزي بطولتين دوري أبطال أوروبا و3 كأس العالم للأندية و3 كأس السوبر الأوروبية دي أرقام بيب جورديولا في عيد ميلاد ورقم 49 ونباين لحضراتكم قيمة هذا المدرب اللي أنا أعتقد واحد من أفضل المدربين اللي موجودين في العالم أشلي يونج لاعب منشستر السابق والمنتقل حديثا في الترانسفير ويندو الحالي إلى انتر ميلا أحدث صفقات انتر ميلا والمنتقل من منشستر ينايتد أرقام أشلي يونج في البريمير ليج لاعب مع واتفورد 20 مباراة وسجل 3 أهداف لاعب مع أستون فيلا 157 مباراة وسجل 30 هدف لاعب مع منشستر ينايتد 192 مباراة وسجل 15 هدف مجموع ماتشاطو في الدورة الإنجليزية 369 مباراة وعدد الأهداف 48 هدف لاعب مع منتخب انجلترا 39 مباراة وسجل 7 هدف شارك لمدة 15 موسم على التوالي في الدورة الإنجليزية الممتاز صنع فيهم 69 هدف حق أربع بطولات دورة الإنجليزية الممتاز في موسم 2012-2013 كاس الاتحاد الإنجليزي 2015-2016 اليوروبا ليج 2016-2017 ودرع الاتحاد الإنجليزي 2011 نروح لليونال ماسي بعد ما أحرز هدفه رقم 600 مع نادي برشلونة علشان نعرف هو وصل لحد فين وأرقامه وكل 100 هدف سجله كان أمام مين والتاريخ وأكيد طبعا أرقام ميسي بالنسبة له ذكريات مهمة جدا لكن بالنسبة لنا كان مشجعين ومشاهدين أعتقد أن دي متعة أنت تتابع وتتكلم عن أرقام قياسية لعملاق كتالوني لعملاق الكرة الأسبانية وعملاق الكرة الأرجنتينية وأفضل لعب في العالم من الفيفا ومن الفرانس فوتبول 1 مايو 2005 الهدف الأول ضد الباستي لمسي مع برشلونة الهدف رقم 100 حققه بعدها بخمس سنين وقدر أنه يجيب يوم 16 يناير 2010 الهدف رقم 100 أمام أشبلي سنتين تقريبا بالزبط أمام فالنسيا قدر أنه يحقق الرقم 200 من أهدافه يوم 19 فبراير نفس الشهر في السنة اللي بعديها على طول يوم 16 فبراير 2013 ضد فريغ رناطا قدر أنه يحقق الهدف رقم 300 سنة اللي بعد بعديها يعني ميسي شوية فضل كده مريح سنتين علشان يوصل لهدف رقم 400 ده كان يوم 8 إبريل ضد فريغ المريح الهدف رقم 500 كان بتاريخ 23 إبريل 2017 ضد فريغ ريال مدريد ودي أعتقد أن ذكرى جميلة جدا وذكرى يعني ما حدش أبدا يقدر ينساها لما ميسي يتقال له جبت الهدف رقم 500 في مين يقولك في ريال مدريد أما الهدف رقم 600 كان 1 مايو 2019 لما سجلوا أمام فريق ليفر بول ميسي وأرقامه القياسية وإحصائياته اللي أكيد طبعا بنستمتع في كل حلقة نحن يكون معنا نجوم مختلفة من دوريات مختلفة نتكلم عليهم ونقرب لحضراتكم أكثر علشان تعرفوا أرقام النجوم وعلشان تعرفوا وما نصل لحد فين في مسيرتهم مع أنديتهم طبعا الهدفين التاريخيين في الدورية الإيطالي طبعا كلها صور أعتقد أنها قديمة جدا بالنسبة لأساطير محدش قدر يكسر أرقامهم ولا إحصائياتهم العسامي طبعا أنا عارف أنها صعبة على حضراتكم جدا لكن هحاول أن احنا كده إيه؟ يعني أقول لحضراتكم براح أول حاجة بيولا النجم طبعا الدوري الإيطالي 274 هدف بعدي الأسطورة مالك روما فرانشيسكو تاتي 243 هدف ونوردال 225 هدف أما التفاني 216 هدف اللي بعدي ده هيكون سهل جدا لحضراتكم وأعتقد أن حضراتكم بتسمعوا عنه لكن محدش يعرف أي حاجة عنه أو ممكن يعني أول 30% من اللي بتفرج علينا ممكن يكون عارف جيوتسابي ديمياتسا النجم الكبير اللي طبعا استاد ميلان والإنتر متسمي باسمه الأسطورة على الحالية جيوتسابي ديمياتسا أو سانسيرو لكن هو ده الاسم الخالط لحد الوقت اللي سجل 216 هدف كأسطورة واحد من أساطير الدوري الإيطالي ديناتالي 206 هدف وروبيرتو باجيو 205 هدف وهارمم 190 هدف وسينيوري 188 هدف وأخيرا ألساندرو ديل بيرو الأسطورة الإيطالية 188 هدف بيتساوى مع السينيوري شيريو إيمابيلي النجم والأسطورة الإيطالية اللي بيلعب في الدوري الإيطالي واللي متقلق جدا مع فريق لاتسيو واللي وصل ل23 هدف في الدوري الإيطالي بلا منافس معاه في عدد أهدافه وتقلقه في الدوري الإيطالي آخر مباراة حقق فيها هاتريك واللي كسبه فيها سامبودوريا 5-1 لعب 198 مباراة في السيري آه سجل 111 هدف طبعا البداية وده اللي كان غريب أنه لعب لليوفنتس لعب 3 مطشاط لم يسجل ولا هدف لعب بعد كده وانتقل إلى جنوى لعب 33 مباراة سجل 16 هدف أما التقلق والتوب فورم كانت بالنسبة له في تورينو قبل ما ينتقل إلى لاتسيو لكن مع تورينو لعب 115 مباراة سجل 90 هدف و198 مباراة مع لاتسيو وصل لعدد أرقام وأنا طبعا الأرقام اللي قدام حضرتكم دي أرقام تصاعدية يعني لعب 3 في ليوفنتس بعدها وصل ل33 مباراة مع جنوى بعدها وصل لـ 115 مع تورينو بعدها وصل مع لاتسيو 198 مباراة نفس القصة بالنسبة للأهداف لم يسجل في ليوفنتس بعد كده انتقل إلى جنوى سجل 16 هدف وبعد كده وصل عدد أهدافه مع تورينو 90 هدف وأخيرا وصل مع لاتسيو في الوقت الحالي يكون مجموعة عدد أهدافه 111 هدف طبعا فابيو كوليريلا لعب الدورية الإيطالي والتقلق في الفترة الأخيرة والأكيد طبعا لازم نتكلم عن أرقامه وإحصائياته لعب 449 مباراة يعني ينقصوا مباراة واحدة علشان يوصل لرقم 450 مباراة سجل فيها 158 هدف وأحد هدفين الدورية الإيطالي بالمناسبة أكيد اسمه بنقرار حضراتكم على طول في ترتيب هدفين الدورية الإيطالي طبعا الأنجال اللي لعب ليها سكولي لعب 32 مباراة سجل 3 هداف نابولي لعب 34 مباراة سجل 11 هدف أما أودنيزي لعب 73 مباراة سجل 25 هدف وتورينو لعب له 50 مباراة سجل 18 هدف وليفنتس سجل 84 أو لعب ليفنتس 84 مباراة سجل 23 هدف والسامبدوريا نديه الحالي لعب له 176 مباراة سجل فيهم 78 هدف نروح لجادن سانتشوال اللعب الإنجليزي الوحيد في العالم اللي قدر إنه يخرج برا يعني يخرج برا جلده كده ويغيره علشان يخرج من الدوري الإنجليزي علشان يجرب تجربة في ظل إن الفرصة كانت صعبة جدا من نسباله في ظل النجوم اللي موجودة في كل الفرق في الدوري الإنجليزي وخض وقرر إنه يخد تجربة الاحتراف في الدوري الإلماني علشان يحترف ويبقى واحد من نجوم الدوري الإلماني واحد من النجوم اللي بيتهافت عليهم كل الفرق في الدوري الإنجليزي متقلق جدا لعب عنده 20 سنة واحد من نجوم المنتخب الإنجليزي اللي عنده مستقبل كبير جدا جدا خلال الفترة القادمة هو لاعب بوروسيا دورتموند ولاعب منتخب إنجلترا موليد 25 مارس في عام 2000 20 عام 180 سنطة إحصائيات اللاعب في الدوري الألماني لعب 62 مباراة لعب 4,419 دقيقة سجل 23 هدف وصنع 28 هدف يعني لعب فيه المستين أنه بيسجل وبيصنع واللعب اللي بيسجل وبيصنع أعتقد أنه ده بيكون عملة نذرة جدا وممكن نشوف جادن سانشو الموسم القادم في أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي بعد الخناءات اللي شغال عليه في الفترة الأخيرة أبرزهم فريق منشستر يونيتل اللي ممكن يكون أبرز الأندية اللي تتعاقد مع جادن سانشو خلال الفترة القادمة لعب في دوري الأبطال الأوروبي 13 مباراة وسجل 3 أهداف لعب في كأس ألمانيا 4 مباريات ومسجلش أي أهداف لعب مباراة وحيدة في السوبر الألماني وسجل هدف بالمناسبة جادن سانشو لعب في وولفر هامتون ومنشستر سيتي ولم يحلفوا الحظ والتوفيق واتفورد عفوا مش وولفر هامتون واتفورد ومنشستر سيتي علشان بعد كده ينتقل إلى الدوري الألماني وتقلق وتكون بداية مولد نجم جديد للقرى الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي وأيضا للقرى الألمانية تيمو فيرنر تيمو فيرنر أحد لعبين فريق ريدبول سالسبرج الألماني اللي متقلق جدا وكالعادة بنجيب لحضراتكم من كل دوري نجم الدوري في كل أسبوع علشان نتكلم معاه ونقرب بيه لحضراتكم علشان تعرفوهم وتعرفوا أرقامهم وتابعوهم أكيد طبعا بيمتعونا وكل يوم بيعملوا رقم قياسي جديد تيمو فيرنر مع شتوتجرد لعب 65 مباراة وسجل 9 أهداف مع لايبزيج لعب 13 مية و 13 مباراة وسجل 70 هدف وهو الهداف التاريخي لفريق لايبزيج في الدوري الممتاز تيمو فيرنر مهاجم ريدبول لايبزيج مش ريدبول سالسبرج يعني الاسمين طبعا زي بعض أو نفس الراعي اللي بيرعى هنا هو اللي بيرعى هنا لكن ده فريق ريدبول لايبزيج الألماني أقوى الفرق دفاعية في الدوريات الخمسة الكبرى هنروح وهنشوف مين هو أقوى خط دفاع تخيلوا حضرتكم أن الفارق في الأندية هو هدف يعني نتكلم على ريال مادريد وستاد ران وأتليتيك بلباو في الدوري الاسباني أن كل واحد تلقى 13 هدف فقط لغير أما باريس هانجرمان وأتليكو مادريد وليفر بول تلقوا فقط 14 هدف وبالتالي متكلم على يعني 6 أندية الفارق ما بينهم هدف واحد فقط علشان نقول أن التفوق مش معناه صدارة أو معناه أن أنت معدي أندية في الدوري بتاعك بعدد نقاطك إحنا نتكلم على أقوى دفاعية ممكن ما يكونش عنك توفيق أو ممكن يكون بتخرج من المباراة بتعادل سلب كتير وبالتالي بتفقد نقاط لكن ده ما يمنعش قوة وصلابة دفاعك اللي بتمنع المهاجمين من إحراز هدف في مرمان أقوى الفرق هجوما في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى أعتقد أن إحنا يعني الأحصائيات التي كان فيها مثلا باريس سانجرمان وليفر بول من الفرق الأقوى دفاعية لكن دلوقتي فيه ثلاث فرق بيختفوا أو أربع فرق بيختفوا وثلاث فرق جداية بيظهروا مكانهم وفيه فرقتين لسا محافظين على الأرقام القياسية السيتي عنده 64 هدف ولايبزيج 51 هدف ليفر بول 50 هدف باريس سانجرمان 50 هدف وأتالانتا 49 هدف أتالانتا هو مفاجأة بالنسبة لي في الدوري الإيطالي وفي دوري الأبطال وكده يكون خلصنا مع حضركم كل الأرقام والإحصائيات الخاصة بكل الدوريات تكلمنا في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني وكل شيء أتمنى أن نحن نكون جمعنا لحضركم أكبر قدر ممكن من الأرقام والإحصائيات علشان تستمتعوا بيها كالعادة في وولد سبورس